موسيقى أحد أصحابه قبل ذلك أحد كان لديه فراغ وملل وستعلم ما يفعله كنت أصحابه قبل ذلك أصحابه أصحابه يحيي محمود وعندي 17 سنة أولا ما أشربت صيار كتابة كنا لم يكن قمت لي بحاجة يا سيد كان لديها فضول أعرف ماذا هي لماذا هناك الكثير من تشربها لماذا معظم الناس تشربها فرحت بنفسي وشتريت وجربت ولكن لم تشدت لها شعرتها لم تشدت لها لازمة قوي ولكن بعدها بفترة الزهق جاء والملل جاء فقلت ما جرب فزجارة في زجارة بقت خلاص بقت عادي فواحد صاحبي سعيتها قال لي خلي بالك لو لم تبطلتش سجاير دلوقتي لو لم تبطلتش دلوقتي هتبقى حاجة صعبة قدام تبطلها فقلت له مستحيل سجاير مستحيلة بطلها هي متحكمة فيها ده أنا المتحكم فيها ودي كتأول كذبك زبتها وكتعلى نفسي بقت حاجة مهمة بالنسبالي بقت حاجة عادية بقت كل يوم بقت أول مصحة لازم أشرب بعد الأكل لازم أشرب وأنا غارج لازم أشرب لا تفرش معي خارجين فين أنا وأصحابي المهم العلبة تبقى معي وكنت عشان أهلي ما يقفشونيش كنت قبل أن أروح لازم البيرفيوم اللي في شنطتي قبل أن أخش البيت أغرق نفسي بيرفيوم واللي باند كلوريتس لازم أكل اثنين ثلاثة على القل علشان ما فيش ريحة تبان ولو كانت في ريحة فعلا بتبان كنت بقلهم ده ده كان نوحة صاحبي معي كان بيشرب ده وانا مروحة التاكسي كان مؤلع سجارة طول الطريق ودي كان التاني كذب أكذبها وكانت على أهلي كنت مرة في السعودية أنا وماما وكنت خارج مع صحابي وتقلت في سجار قوي وكنت قاعد في حتة مقفولة فالريحة سبتت فانا مروحة ماما شمت ريحة وقلت لي انت شربت سجارة وقلت لي لا 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 مشربت كان صحابي لكن كلهم تقريبا بيشربوا قالت لي لا هذه الريحة كانت من حد يشرب سجارة انت شربت سجارة فقلت لي اوه انا شربت قالت لي انا كنت حاسة لكن لا كنت شعور لصدق اصلاً أقول لكم كده كده مهما لفقت ورحت وقيت اهلكم بيبقوا عارفين عارفين حاسين لكن مستنين اللحظة التي تقاو فيها كنت ماما لكي تجعلني بطل كانت تأخذ قرارات اجراسف قالت لي ايه بص لا يوجد خروج سأحرمك من الخروج أريد أن تخرج لكي تنزل تشرب سجارة لا يوجد مصروف لكن انا عنيد هل ستعطني فلوس هاشرب سجارة عندما نزل سأخذ من صحابي وهاشرب عندنا انا كنت مضيق جداً من الضغط كنت حاسس لماذا لماذا تضغط علي لكن انا كنت مضيق من الضغط وهذه كانت تالت كذب اجزبها وكانت على نفسي كانت ماما تيجي تتكلم معي عندما شاهدت ان خلاص عندما شاهدت ان حال من الخروج حال من مصروف لم يدفع قالت تتكلم معي فاستو فاستو كده بالراحة كنت تقول لي ليه يا حبيبي ليه السجار صحتك مستقبلك كنت بقول لها محدش فيك وفهمني أنا والدي متوفي فكنت بقول لها أنا عايز بابا يتكلم معي أنا عايز راجل هو أنا عايز بابا يتكلم معي أنتو بنات مش فهمني بس ده كان وهم ده كانت شماعة بعلق عليها عشان كنت عايزة اهرب من الكلام وده كانت رابع كذبة اجزبها وكانت على اهلي وكانت على نفسي كنت متعود دايما لما انزل على حسب اللي بانزل معي يعني كنت بانزل مع علي واحد صاحبي ما كانش بيشرب سجاير كنت ممكن اشرب معي خمس او سبع سجاير بكتير بس لو كنت بانزل مع وكانت مع احمد اللي كان بيشرب سجاير كنت ممكن اشرب عيل بقى لوحدي فرقم السجاير لعدد نفسه انا كنت بوهم نفسي ان انا محتاج عدد وده كانت خمس كذبة اجزبها وكانت على نفسي الكذبة ده لعنة مسك فيا وبقعدتي وبقت حاجة بالنسبالي كل يوم بقت حياتي عبارة عن كذب في كذب ما بقتش اقول حاجة صدقة يعني انا كنت مرة خارج مع صحابي وكنت رايح التجمع وما كانش فيه اي مشكلة من اهلي يعرفون ان انا رايحين التجمع بس انا قلت لهم ان انا رايح مصر الجديدة لماذا جزت بدون سبب بقت خلاص بقت حاجة كل يوم بس انا تعبت من كذب تعبت عابت اقول لنفسي طب انا حياتي هتجبل كده حياتي هتبقى عبارة عن كذب بس مش هبقى صادق تاني قلت لا انا لازم ابطل سجاير علشان ابطل كذب بس بس تبطيل السجاير هو مش حاجة سهلة خالص هو ممكن ككلام يبقى سهل بس هي حرب وجهادة على نفس فانا قلت مش هقفش عليها لو قفشت عليها مش عارفة بطلها و هرجع فقلت بالتدريج فقلت بس ولكن انا قلت بسهل علبة في الأسبوع كل الأسبوع سأقلل سجارة مرحبا كل الأسبوع سأقلل سجارة كل الأسبوع وسأقلل وامشي بريد لكنه مشكلة ذلك ليست مجالة لقد كنت في ساعة النص ولكن أستهبل والبشر في اليوم مرحبا لانا مسافر مع صحابي فالحوار ليس سهل ولكن الحوار مُتعب جدا لكنني ضغطت على نفسي ثاني وحاربت نفسي وحاربت وقلت أن أبطل وفعلا بعد التقليل وعلاق شديد ورهيب عرفت أن أبطل الحاجات التي ساعدت مين يا بطل؟ أنني كنت أشرب يا مرت أصفر يا إما مرليبورو أحمر وهم مفروض من قتل الأنواع الفسوق فقلت هقل النوع شربت مرليبورو أبيض وهو أخاف من اللي أنا كنت أشربهم وبعدت عن أحمد اللي كنت أشرب معه السجار كثير وقربت من علي اللي ما كنت أشرب معه اللي كان بي نصحني قربت من الناس اللي كانت بتقولي بطل عشان نفسك الناس اللي كانت فعلاً عاوزة تساعدني وأهم حاجة عملتها وساعدتني أن كنت أبدأ عين نفسي دائماً يا رب أبطل سجار يا رب أبطل كذب يا رب أبقى صادق تاني يا رب مقربش للسجار دي تاني يا رب سعيدني في الحرب اللي أنا فيها يا رب فك اللعنة لعنة الكذب ولعنة السجار والحمد الله اللعنة تفكت والحاجات اللي حلوة فعلاً حصلتلي بعد ما بطلت سجار فرقت معي قوي قوي في صحتي ممكن مج prevalent يعني أنا عندما كانت فرقت سجار لا أفتكت أن تفتصي أنها تفرق لما يبطل لكن لا فرقت، فرقتل معي بقيت أنام براحتي وأصحب براحتي أنا كنت أتمرني كنت أذهب إلى الجيم وأنا أحرق كان آخر يأخش ألعب كارديو آخر تلت ساعة تريد ميل ما قد شعام ما أقدرش أموت لا أنت من centers أو زيادة وأنا مرتاح حياتي بقيت حياتي بقيت صادق ما بقيتش أجذب بقيت وأنا مروح علبة البرفوم التي لم تفارق شنطتي لا يجب أن أضع البرفوم لا يجب أن أكون البان قبل أن أروح طالما أنا قاعد لازم أكون البان وأهم شيء الثقة التي كنت تكسرتها رجعت ثاني رجعت أهلي رجعوا الثقة فيها بقواوا شايفيني صادق ثاني تفاكرين أنها كانت شيئا سهلا؟ تفاكرين أني لا أرجع أشرب سجائر؟ أنا أول ما بطلت سجائر بعدها كام شهر وليس حتى كام أسبوع إلى ثلاثة أو أربع شهور كنت أموت أشرب سجائر كنت أموت أشرب على الأقل سجارة واحدة ولو كان حد جنبي يشرب سجارة كنت أتعفرت كنت أقول لا أنا أنا كيف بطلت؟ أنا لازم أرجع لكن كنت أرجع أقول هل ليها لازمة؟ هل فعلا سجارة تستاهل أهد كل اللي عملته؟ كل التعب اللي تعبته والحرب اللي حربتها والجهاد اللي مع النفس ده هل تستاهل كل ده يروح علشان سجارة؟ وأرجع أعجز بقوي الكسبة تاني؟ شكرا شكرا شكرا